المتابعي الإخبارية السورية في كل مكان حياكم الله الإخبارية ترصد الواقع على طريق خناصر حلب والجيش يواصل عملياته ضد تنظيم داعش الإرهابي في ريف حمص الشرقي وتصاعد الاقتتال بين تنظيمي فتح الشام وأحرار الشام الإرهابيين هل عدم امتلاك هذه المجموعات أي مشروع هو سبب اقتتالها لماذا إدلب هي المسرح الرئيس لهذا الاقتتال وهل من قبيل الصدفة سيطرت تنظيم النصرة على كامل أسلحة الفصائل التي اقتتلت معها متابعينا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور محمود عبد السلام نائب رئيس تحرير مجموعة القرار الدولية للإعلام أهلا ومرحبا بكم أهلا وسهلا بكم صباح الخير اسمح لنا ننطلق مباشرة من العادة التي طالما انتهجتها قنوات سفك الدم السوري وهي الترويج لأخبار عارية تماما من الصحة ألا ونتحدث هنا عن السيطرة على طريق حلب خناصر خرجت الإخبارية بالأمس وخرج مراسلها من هذا الطريق واستطلع عراء المواطنين المسافرين من حلب وإلى حلب وكذب كل هذه التضليلات لماذا أرادوا من خلال هذا الترويج برأيك؟ طبعا الأمر أو الغاية المرجوة من هذا التصريح وهذه الفبركة وهذا التضليل لم تعد خافية على أحد وخاصة شعب العربي السوري الذي اعتاد منذ بدء الأزمة حتى الآن على كم هائل وضخم من التضليل لغايات مشبوهة ولغايات زعزعة أمنه واستقراره والتأثير على معنوياته ومعنويات الجيش العربي السوري الذي حقق الإنجازات الهائلة من خلال إنجازه الأخير بتحرير حلب وانطلاقه إلى توسيع دائرة الأمان حول محيط مدينة حلب باعتبار أن طريق أثريا خناصر هو الشريان الأساسي والبديل عن طريق دمشق الطريق الدولي دمشق حلب وهو المنفذ الوحيد للوصول إلى مدينة حلب وسواء مدنيين أو عسكريين وصول الشحنات والبضائع والمواد الغذائية والطبية وكل مقومات الحياة إلى هذه المدينة فهو يعتبر شريان الحياة الأساسي لمدينة حلب ولذلك كان التأثير وهذه لم تكن المرة الأولى كل فترة تطالعنا محطات المشبوهة والشريكة بسفك الدم السوري والتي كان لها الدور الأكبر في تأزيم وتأجيج الأزمة السورية تطالعنا بأخبار مفبركة هنا وهناك وأخبار كاذبة هنا وهناك وخاصة بعد هذه الانهيارات الكبرى على الصعيد العسكري الذي انعكس سلبا على الحالة المعنوية وحالة التخبط واليأس التي يعيشها أفراد هذه المجامع الإرهابية بكل فئاتها وأصنافها لذلك عندما يقوم أحد المنظمات الإرهابية بافتعال أي عمل أو محاولة لبدل أي خرق أو الحصول على أي مكسب حتى وإن كان صغيرا تقوم بتضخيمه وترويجه قد يكون هناك أيضا إشارة عمليات لبدء عملية أخرى كما كانت هي الحالة في بداية الأزمة عندما كانت تصدر أوامر العمليات عن طريق شاشة الجزيرة والعربية وحتى عن طريق لغة الصم البكم الذين كانوا يستغلونها لإرسال معلومات مغايرة لما يقوله المذيع وتقول التقارير لذلك ضمن هذه المجمل الظروف كلها تأتي هذه المرحلة وتأتي هذه الحملة بهدف التأثير على الجيش والشعب بآن واحد دكتور ما الذي يمكن فهمه عندما تخرج هذه القنوات وتضخ أخبار غير صحيحة عن سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على هذا الطريق الحيوي والاستراتيجي وتم تكذيب هذا الخبر فورا لكن الغاية الدافع الرئيسي ماذا أرادت هذه القنوات؟ ما الرسالة التي أرادت إيصالها ولمن؟ طبعا نحن لا يخف علينا بعد نجاح مؤتمر أستانا واستثناء وتهميش عدد كبير من الدول التي كان لها الدور الأبرز على الساحة السورية وتأجيج الأزمة السورية لا بد لها من تشغيل أزلامها وعملائها وأدواتها في المنطقة لإثبات وجودها بأنها لا تزال موجودة على الساحة ولا تزال قادرة على التأثير في مجريات الأحداث في سوريا ولها شيء من القرار لذلك تأتي هذه العمليات في الآوينة الأخيرة بما فيها المحطات وما تبثه من فبركات وتضليل لأن هذه المحطات هي محطات مأجورة تم تشغيلها وتم تعظيم دورها وإنشاء محطات أوسع وتسخير مئات بل آلاف الأقلام المأجورة والصحفيين والإذاعات والتلفزة بهذه الغاية يعلم أن أعماق هي التي تضخ المعلومات لصالح تنظيم داعش تماما هي بالأساس هؤلاء هم أدوات سواء كانوا مقاتلين على الأرض بلباس إرهابيين داعش النصرة ومئات من التنظيمات ما أنظل الله بها من سلطان أو هذه المحطات لأن الشريك بالجرم هو مجرم تماما ويناله نفس الجزاء الجرمي هذا بالقانون ولكن للأمانة نقول بأن ما يقوم به الإعلام الوطني النزيه ممثلا بقناتكم الكريمة وما تقوم به مجموعة من المحطات كالمنار كالميادين وسواها من المحطات النزيهة التي حافظت على شرف المهنة وحافظت على شرف العمل الإعلامي ورفضت أن تكون أدات بيد هؤلاء ورفضت أن تبيع ضمائرها لا تزال تعمل بآلية ومهنية واحتراف وتنتقل مباشرة إلى مكان الحدث وتكذب أو تؤيد الحدث حسب الواقع الفعلي لذلك العمل الكبير الذي يقوم به هؤلاء من الصحفيين والإعلامين مشكورين لا يقل أهمية عن العمل الميداني لأنه عمل متكامل ويؤكد المعطيات كما هي دكتور سواء كانت الغاية من هذه الممارسات هي رفع معنويات هذه التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش وبالمقابل محاولة التشويش أو محاولة بث الإحباط بين صفوف الشعب السوري ما الذي حققوه من خلال هذا الضخل الإعلامي وهذا التصدي الذي كان من قبل الإعلام السوري طبعا الشعب السوري كما قلت من بدء الأزمة بعد أن تلقى جرعات هائلة جدا من التضخيم والتضليل أصبح لديه مناعة ومناعة قوية ضد هذه المحطات وضد هذه الإشاعات المغرضة بدليل بأن الشعب لا يزال حتى عندما تسقط قضائف هنا وهنا قضائف الحقد من هذه المجامع فوق رؤوس السكان والطلباء والعاملين وحتى عابري السبيل في الطرقات ليمارسون مهامهم وأعمالهم ويستمرون في دورة الحياة ولا يقفون عند أي من هذه الفبركات وأي من هذه الحملات التضليلية لأن هذا الشعب وعي تماما أصبح لديه كم من الوعي بأن كل ما يحدث هو عبارة عن مؤامرة تستهدف حياته وتستهدف وجوده وتستهدف حضارته وتقافته وتستهدف كل شيء الحجر قبل البشر وكل ما ينبثق عن الدولة السورية والمجتمع السوري لذلك هو يعلم بأنه هو المستهدف وأصبح لديه ما يكفيه وأصبح يعلم من أين يأتي بالخبر الصادق لذلك هو لا يأخذ بها كثيرا وتكون بمثابة أشياء ثانوية جدا لا يكترث بها لأنه يعرف من أين يأتي باليقين من الجانب الآخر دكتور وهنا نريد أن أستغل خبرتك في المجال الميداني والمجال العسكري هل من السهل أن يتم السيطرة على هذا الطريق وعلى هذا الشريان الحيوي من قبل الإرهابيين أنت قلت ربما يكون أمر عمليات لهذه الأنظيمات لكي تذهب وتوجه قواتها إلى هناك هل من السهل السيطرة أو تحقيق خرق وإذا لا سمح الله ولا قدر الله حصل خرق هل من الصعب استعادة النقطة التي يمكن أن تفقد الأساس في الشيء بأن هذا هو الطريق البديل عن الطريق الأساسي دمشق حلب أستراد الدولي وبالتالي الدولة السورية تعني مدى أهمية هذا الطريق عسكريا وسياسيا وديمغرافيا على صعيد المواطن العادي لذلك عندما اتخذت من هذا الطريق طريقا بديلا احتياطيا هي تعلم مدى أهميتها وبالتالي قامت بإنشاء مجموعة من الأعمال والتحصينات على طرفي ومجنبات هذا الطريق بحيث يكون من الصعوبة بمكان تعطيل هذا الشريان الواصل إلى قوات الجيش العربي السوري وأهلنا في منطقة الشمال بكامله وليس فقط في منطقة حلب لذلك هي دائما تقوم بالسيطرة نسميها باللغة العسكري احتلال التلال الحاكمة والمواقع العسكرية التي تكون على مجنبات الطرقات بحيث تؤدي أو تؤمن تغطية نارية كبرى على هوامش أمان يمين ويسار الطريق على جانبي الطريق ومنطقة واسعة جدا من الكشف والرصد لذلك كل هذه المحاولات هي تبقى بطور المحاولات لأنها منذ بدء انطلاق تكون عرضة للاستهداف مقاتلي الجيش العربي السوري الذين يعون تماما أهمية هذا الطريق ومن هذه الأهمية تأتي المحاولات المتكررة جدا من قبل هذه المجامية كثيرا وفشلوا تماما السيطرة عليه بشكل أو بآخر علما أن على مجنباته سقط لا أريد أن أقول الآلاف بل المئات المئات من هؤلاء الإرهابيين من هذه الموقع الحيوي لهذا الطريق تنطلق التحصينات وتنطلق تثبيت جهاز آلية الرصد والنيران على مجنباته ليكون دوما بأمان يعني إذا أراد الإرهابيون التقدم هم يأتون إلى الانتحار الجواب سيكون جاهزا والجواب سيكون جاهزا على مجنباته لمن يتقدم يجب أن يكون انتحاري بل أبعد من ذلك دوما الجيش العربي السوري يحاول ويعمل كل فترة على توسيع نطاق الأمان على مجنبات هذا الطريق بدليل بأنه دائما يقوم بعمليات شرقا وغربا لأجل توسيع نطاق الأمان حول هذا الطريق بشكل أن يصبح من المستحيل أو من الأحلام أن يتم قطاع هذا الطريق على هذه المجال طيب هذه حرب وفيها كر وفر فيما لو حصل خرق ما هو استراد طويل تمام فيما لو حصل خرق ما من خلال استقدام مجموعة كبيرة من المفخخات الإرهابيين كعادتها احتمال هل من الصعب استعادة تلك الهطة لا لا بكل تأكيد لأن الجيش العربي السوري لديه القوات الجوية القوات الجوية هي الذراع واليد الطولة لكل جيوش العالم وليس فقط في سوريا وهي دائما موجودة في السماء السورية بالإضافة لطيران الحليف القوات الجوية الفضائية الروسية تقوم دوما بعمليات الاستطلاع على كامل المحور وطرس التحركات هذه المجاميع وبالتالي عندما يكون هناك أي طارق سيتم استدعاء هذه القوات لتتدخل بشكل فوري وسريع وتزيل أسباب الخطر ولنفرض جدلا وأن تم قطع هذا الطريق يتم التعامل معه بشكل سريع واستعادة الأمور وعودتها إلى نصابها كما كانت أضف إلى ذلك بأن هناك طرقات جوية الطيران السوري قادر وصول خاصة بعد تحرير مدينة حلب وتأمين هامش الأمان على مطار حلب الدولي أصبح هناك أيضا إمكانية التنقل جوا وهو الخطوط الجوية لم تنقطع نهائيا سواء بالطيران العسكري أو المدني بشكل أو بآخر كان هناك خطورة على الطيران المدني من قبل المجامع الإرهابية ولكن بعد التحرير وتأمين محيط حلب وشاهدنا وصول بعض الطائرات المدنية إلى مطار حلب وهي الآن تطور أعمال الصيانة للمدارج والمنشآت وزيادة نطاق الأمان حول المطار من أجل إعادة الحياة إلى هذا المطار وبالتالي في حال الفرض الجدلي بأن تم ذلك سيتم التعامل معها بأقصر المدد وبالأساليب الممتازة نتمنى أن يعود ريف حلب الغربي كما عاد ريفها الشرقي وأيضا أن تعود إدلب الخضراء إلى حدن الوطن كما كانت قبل عام 2011 قبل أن تحتلها المجامع الإرهابية هناك سؤال يحير كثيرين إذا كانت إدلب والريف الغربي لحرب هو أساسا ترتكز فيه تنظيمات إرهابية كثيرة لماذا يجري الاقتتال بين هذه التنظيمات وبهذه الضراوة الكبيرة والكبيرة جدا تماما ما يجري في إدلب وأريافها هي نتيجة حتمية هي نتيجة حتمية وإجبارية لهذا الكم وهذا الخليط غير المتجانس هو كم هائل من الإرهابيين بعض التقارير تشير إلى خمسين ألف إرهابيين طبعا كل هذه المجموعات اتفقت منذ 2011 و11 حتى الآن على قتل الشعب السوري تماما لكن على ماذا تختلف الآن تماما تماما هي بالمحور الأساسي هي سياستها والأيدالوجية التي تعمل بها القتل والتدمير لأنها هي عبارة عن إصابات مرتزقة وهي عبيد مأجورين لعبيد مأمورين لذلك هي الأساس في الشيء عملها القتل والتدمير ولكن هؤلاء كل مجموعة كل مجموعة على صغر حجمها أو كبرها كان لديها أحياء تعيث فسادا فيها وتقول بأنها إمارتها أو مقطاعها أو منطقة عملها وكانت تعمل كدولة مستقلة وكيان مستقل وإلى آخره ولكن عندما الجيش العربي السوري كان يقوم بأعمال ميدانية وينجح في هذه الأعمال ويتوجها بتسويات ومصالحات كل من كان يرفض كان ماذا يفعل به يحمل في الباصات الخضراء وينقل إلى أرياف إدلب ومنطقة إدلب الآن عندما تلتقي هذه الديوك المتصارعة في بقعة واحدة لا بد من صراعات وتناحرات على النفوذ وعلى مناتق السيطرة أولا قلت مصادر أموالها وإراداتها ثانيا مناطق نفوذها وسيطرتها زعاماتها كل مجموعة تنتمي إلى دولة وتنتمي إلى فريق وتنتمي إلى محور وبالتالي اختلاف حتى المحاور فيما بينها هل امتلاك كل تنظيم من هذه التنظيمات لأي مشروع يمكن أن يكون السبب أيضا؟ هو بالأساس كذلك لماذا؟ خاصة الآن المسيطر الأساسي كان في منطقة إدلب هو جبهة النصرة أو ما تم تسميته لاحقا بفتح الشام تماما عندما جاء بكل هذه المجامع وكل هذه الكائنات والمخلوقات غير المتجانسة كما قلنا وجاء بها إلى أطراف إدلب أصبحت تتشابك في حدود نفوذية وصلاحياتها ومصالعية هذا من جهة أيضا مؤتمر أستانا كان له دور أساسي في هذا الأمر لماذا؟ كيف؟ لأن البعض عدد كبير من المجموعات الإرهابية التي أيقنت بأن لا حياة لها إما أن تموت وإما أن تخرج وإما أن تنصاع إلى التسويات وكان مؤتمر أستانا هو عبارة عن طوق نجاة لها لإعادة حضورها على طاولة المفاوضات في جينيف لذلك استبقت الأمور بالفعل قبل أستانا كان هناك شبه توحد لهذه المجامية تحت ما يسمى جيش الفتح جيش الفتح الذي كان بزعامة جبهة النصرة وهم من احتلوا إدلب أصلا تماما الآن عندما نقوم بعملية تسوية وعملية بدء مرحلة جديدة وأقول ودائما كنت أقول بأن انتصار حلب كان هو منعط فهام جدا ومحور مفصلي في تاريخ الأزمة السورية لذلك هذه المجامية التي أيقنت بأن لا حياة وأنها مجرد أدوات وسيتم التخلي عنها كما تم التخلي عنها في حلب ولن يتجد أحدا لنصرتها لا بد لها من تسوية على مبدأ إنقاذ ما يمكن إنقاذه هو الحصول ما أمكن على مكاسب فهي عندما وافقت ووقعت على اتفاق ووقف إطلاق النار الذي أعلنته الحليف الروسي بعد انتصار حلب مباشرة وتوجب القرار الأممي 2336 ومباشرة تم عقد مؤتمر الأستانة وجدت جبهة النصرة بأن هناك شيء يحاك لها وأن حتى تركيا الداعم الأساسي لها يمكن أن تقايض عليها وأن تكون على مذبح المفاوضات لذلك بدأت جبهة النصرة عندما شعرت وأن قرارات الأستانة تنص على الانفصال عن جبهة النصرة بأن هؤلاء سيتخلون عنها وبالتالي ستبقى منفردة فبدأت بالتهام محيطة سؤال أخير بهذا المحور هل قيام جبهة النصرة بهذا الهجوم الكبير والكبير جدا على كل تلك الفصائل من أحرار الشام إلى تنظيمها أكثر من 20 فصيل هي تهاجم أكثر من 20 فصيل وسيطرتها على مخازن سلاح كبيرة وصلتها من تركيا ومن السعودية ومن قطر هل كان من قبيل الصدفة؟ أم أن لا المراد ربما من جهات مشغلة هو أن تصل هذه الأسلحة إلى جبهة النصرة تماما نحن نقول بأننا لا نثق أبدا بالدور التركي في الأزمة السورية والراعي الأساسي لجبهة النصرة على اختلاف اسمي حاليا فتح الشام الراعي الأساسي لها هو تركيا لأنها تنطل ضمن مجموعة الأخوان المسلمين لذلك ليس بعيدا وقلت منذ فترة بسيطة في الأعلام قد يكون وأعيد وأكرر قد يكون هناك مناورة متقدمة ومتقدمة جدا من قبل الدولة التركية الشريك الأساسي في كل ما يجري على الأرض السورية من قتل وتدمير وخراب بأن أوعزت إلى حلفائها وأدواتها في المنطقة بالاستيلاء ليكون لها دورا بارز لا ننسى بأن تركيا جلست في الأستانة في مقعد الخاسر الفريق الخاسر بعد خسارة حلب بالنسبة لها أصبح وخاصة أنها تلقت تطمينات من قادة المجامع الإرهابية في حلب بأن لديهم ما يكفي من مؤن ودخائر بالكتال سنوات سنوات من سنتين إلى خمس سنوات وانهارت خلال أقل من عشر إلى خمسة عشر يوم كانت كامل هذه كانت ضربة قاسية تماما فهي من جهة باتت لا تثق بهؤلاء المجامع من جهة أخرى أرادت أن يكون لها دور أساسي من خلال مجموعة قوية يمكن أن يكون لها دور أساسي على الأرض وهي تتمثل بجبهة النصرة لذلك أتت هذه الأوامر لتكون القوة محصورة في جبهة النصرة لتحسين فيما بعد شروط تفاوض خاصة في ضوء ضبابية المشهد العني ونحن على أبواب اجتماع جنيف ممكن أن تكون مناورة لتحصيل ما أمكن هنا أو هناك طيب تصريح سيدة زخاروفا بالأمس أنه يجب القضاء على كل تنظيم لم يوافق على وقف الأعمال القتالية كيف يمكن أن يقبله أو أن يتلقاه داعم هذه التنظيمات هل داعموا هذه التنظيمات وخاصة تركيا وعربان الخليج دول الخليج التي لها النصيب الأوفر في تمويل هؤلاء وشحنهم واستجلابهم من أسقاع المعمورة وشحنهم إلى تركيا وتدريب موناك وأرسالهم عبر حدود مفتوحة في الشمال السوري هؤلاء ليس لهم قرار هم دائما مغلوبين لاحظ أنهم جاءوا إلى الأستانة بعد هزيمتهم في حلب جاءوا حتى في جنف الثلاثة الجولة الأخيرة جاء بهم من غرف الفنادق بالقوة والأوامر الأمريكية تم جمعهم والتيان بهم إلى المفاوضات هؤلاء لا يأتون طوعا يأتون كرها لذلك الدولة الروسية هي صادقة عندما تقول بأنها ستقوم بما يجب أي التعامل مع هؤلاء المسلحين وكل من لا يريد الانضمام إلى الاتفاق المصالحة أو اتفاق وفق إطلاق النار لذلك من هنا تأتي المناورة التركية والاستثمار التركي لهؤلاء هذا من جهة بأن تريد تصعيد أكبر ممكن والحصول على أكبر مكاسب من هذه الصفقة بعد أن خسرتها ومن هنا أيضا كمان المجامع الإرهابية التي باتت تعي تماما أنها مجرد حطب في أتون هذه المفاوضات طيب أشرت قبل قليل دكتور إلى الضبابية الأمريكية وبابيت المشهد يعني الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تحدث عن إنشاء وتوصية قام بها لوزارة الدفاع البنتاجون بإقامة مناطق آمنة في سوريا ويجري دراستها الآن من جانب آخر طرح مشروع وضع الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب بالأمس أيضا تصريح جديد للسيد ترامب أنه يعمل على ربما إزالة العقوبات جميع العقوبات المفروضة على روسيا كيف يمكن فهم كل هذه التصريح لا تزال الرؤية هي ضبابية تماما حول إدارة أوباما أوباما تسلم الحكم وتسلم دفة القيادة في الدولة الأمريكية منذ أيام وهو مبكر جدا جدا التوقعات عن ما هي السياسة وأؤكد دائما بأن الإدارة ما قبل الانتخابات والوصول إلى سدة الحكم في البيت الأبيض شيء وعند الوصول وبعده شيء آخر الرئيس الأمريكي على سعة صلاحياته لكنه مقيد بمنظري السياسة الأمريكية الذين يضعون الآفاق السياسية والخطط لعشرات إن لم نقل مئات السنين هؤلاء مهما كان دورهم لا يمكن أن يكونوا مجرد ما يقولونه يفعلونه بدليل بأن أوباما لم يفعل شيء من كل حملة الانتخابية لم يغلق معسكر جوانتانامو لم يحقق العدالة بالنسبة للملونين وينهي موضوع العنصرية في بلده لم ينسحب من أفغانستان لم يفعل أي مما قالوا في حملته الانتخابية هذا من جهة من جهة أخرى بما قاله الرئيس الأمريكي ترامب هو له الحق يتكلم كيفما يشاء ولكن نريد أن كل هذه الآمال والأحلام نضعها جانبا ونحلل هذه الأقوال على الواقع إذا وضعنا خريطة سوريا أمامنا ونظرنا لمشهد الموجود هو أراد وحسب ما قال إنشاء ثلاث مناطق آمنة لكي تستوعب ست ملايين مواطن سوري يتم إعادتهم ليعيشوا بأمان داخل سوريا والدولة السورية ترحب بذلك وهو واجب وهي دائما تدعو أبناءها للعودة إلى بلدهم فبلدهم هي أولى بهم من الدل والهوانة الذي يكابدونه في كل أسقاع المعمورة هذا من جهة أما حقيقة الأمر هل يمكن تطبيق ما يقوله الرئيس الأمريكي؟ لماذا لا يمكن تطبيق؟ لماذا؟ لأننا عندما نقول بأن ثلاث مناطق آمنة إذن هي ثلاث مناطق منفصلة وليست متصلة ولو كانت متصلة لقال منطقة واحدة صحي وقال مناطق تماما وحدد ثلاثة مناطق هو يريد إسكان فيها ست ملايين مواطن معنى ذلك أن كل منطقة تحتاج إلى أن تكون بطاقة استيعابية 2 مليون بما لديهم من البنى التحتية والخدمات والأمن وإلى آخر أين يمكن إيجاد هذه؟ وهذا يحتاج إلى أمكانيات عاصمة دولة تماما دولة بحد ذاتها كل منطقة هي دولة يعني إقليم حكم ذاته بحد ذاته حاليا لو وجدنا على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد المواد مناطق التي يسيطر عليها داعش المناطق التي يسيطر عليها النصرة المناطق التي تسيطر عليها الدولة المناطق التي تسيطر عليها مئات المجامع أين يمكن لنا أن نجد هذه المساحات وما هي المنافذ التي سيتم التعاطي مع السكان فيها ومن سيقوم بإدارتهم إذا كان غير واقعي هذا الطرح الذي طرحه ما الذي أراده من خلال إثارة هذا الموضوع لذلك نحن نقول حتى الآن لا تزال إدارة الرئيس تتخبط بأقوار رأس هرمها الرئيس بذاتها فهو من جهة يريد منذ فترة ناقض أقواله وأدى إلى تصريحات تسئل الدولة الروسية بالوقت الذي هو يعرب عن رغبته في التقارب مع الدولة الروسية واستنكرت الدولة الروسية تضارب أقواله لذلك حتى الآن لا تزال هناك ضبابية لا يزال المشهد في البيت الأبيض ضبابيا حتى إذا شئت القادة السياسيين في الدولة الأمريكية لا تحاسب الرئيس الأمريكي قبل مضي 100 يوم على الحكم حتى يعي تماما الملفات والمشهد على مختلف الساحات في العالم وبناء عليه يبدأ تتبلور الصورة لديه ويبدأ بمشروع السياسي بكلمة أخيرة داهمنا الوقت بسرعة أكدت السيدة يارا شريف المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا أن ما حصل في أستانا يعد إنجازا كبيرا هذا موقف واضح من الأمم المتحدة ولأول مرة تكون الأمم المتحدة متفائلة باجتماع يخص سوريا إلى كل هذا الحد ما الذي تحقق حتى يكون إنجازا كبيرا برأيها طبعا ما تحقق في أستانا هو أكثر من شيء بدليل أن رئيس الوفد السوري إلى هناك دكتور بشار جعفري لكل التحية والإحترام أشار إلى نجاح مفاوضات الأستانا أولا هي لأول مرة تجبر رموز العصابات الإرهابية والمنظمات الإرهابية للجلوس على طاولة المفاوضات مع الدولة السورية بعد كل هذه الإنجازات والانتصارات وهي جلست وأؤكد بموقع الخاسر وبموقع المحشور جلست مكرهة تماما جئ بها لأنها أدركت تماما بأن لا مكان لها عن طريق السلاح أكد على أن لا حل عسكري في سوريا وليس هناك من مفر إلى الجلوس والتفاوض وخفض الطلبات من قبل هؤلاء ونحن نعلم بأن هؤلاء كان سقفهم عالي جدا كما كان سقف بريطانيا عالي تماما وبدأت على خلفية تراجع المواقف جميعها في كل دول العالم بدءا من أمريكا وفرانسوا فيون في فرنسا وحاليا في بريطانيا وحتى في ألمانيا بدأت وطيرة التصريحات تنخفض وتعود إلى التأكيد على أن لا حل في سوريا عسكري إلا حل سياسي وبدور أساسي ومقبل للسيد الرئيس بشار الأسد في المرحلة المقبلة بصفته الوحيد القادر على السير في هذه الأحداث لذلك مؤتمر أستانا نجعل أكثر من صعيد أجبر هؤلاء المجامع الإرهابية على أمل التخلي عن السلاح عندما يقر هؤلاء بين لح العسكري هذا يعني بشكل أو بآخر إقرار بعدم جد وحل السلاح أضف إلى ذلك بأن هؤلاء سيكون لهم دور في المفاوضات السياسية حسب ما تمخض عن الاجتماع في جينفي الثامن من الشهر القادم صحيحية أجلت لآخر الشهر القادم شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات القيمة والتحليلات المفيدة لنائب رئيس تحرير مجموعة القرار الدولي للإعلام الدكتور محمود عبد السلام وشكرا أكبر لكم مشاهدين على كرم المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر